أنا من عشر دقايق بالضبط كنت نايم في سابع نومة مش ناوي أسجل ولا ناوي أعمل إشي لإني تعبان مرهق ولكن أحد أصدقاء القناة الرهيب عبد الرحمن بعت لي مسج على تويتر وبتحس أنه جوالي ضوى بسبب هذا المسج ضوء غير عادي ضوء شعل للغرفة كلها صحيت هيك بفتحها المسج من عم عبد الرحمن بلاقيه بعت لي هذه الصورة هلأ استنوا شوي استنوا شوي قبل ما أفرجيكم شو هي الصورة تنسوش اللايك تنسوش اللايك أنا كنت نايم من عشر دقايق يدو بصحيت مشطة غسلت البست البلوزة لساتف بانطلون البجاما بانطلون مش مبين أنا عارف بس البانطلون بجاما يعني لا تنسوا اللايك وجاهزين تشوفوا الصورة أوكي هلأ إحنا متذكرين أنه آخر إشي حكى المنتج هراباياشي في آخر مقابل إن عملت معه إنه رح يكون فيه تركيز إضافي على القصة في Resident Evil 4 Remake لأنه حاسس إنه كان فيش توازن في الكلاسيك والأكشن كان أكتر وغيره هلأ أنا من كلامه هذا بصراحة افهمت إنه رح نشوف تقريبا نفس المشاهد اللي شفناها في الكلاسيك بس رح يكون فيه كلام أكتر لأنه ركز على موضوع التفاعل بين الشخصيات إنه رح يكون فيه حوارات بين الشخصيات خلال Gameplay فأنا بس هذا اللي فهمته ولكن اللي قرأته حالياً بالوصف بيبين إنه الموضوع أعمق من هيك بكتير اللي مكتوب بالأصفر بيقول Every aspect of the classic game has been updated for the current generation أوكي بيقول لك كل عنصر من اللعبة الكلاسيكية تم تحديثها لتناسب الأجهزة الجديدة تمام From modernized graphics and controls عملوا تحديثات للرسومات والتحكم ركزوا هون ركزوا هون بيقول لك هون إنه تم إعادة تخيل القصة لدرجة إنها ممكن تفاجئ الفانز اللي للعظم لللعبة الأصلية يعني اللي زي وزيك هاي جملة خطيرة هاي جملة مش سهلة أبداً إحنا عارفين إنه كابكم ما بتستخدم كلمة ريميك لريزدينت إيفل 2 وريزدينت إيفل 3 وريزدينت إيفل 4 هي ما بتستخدم كلمة ريميك هي بتستخدم كلمة ري إيماجن لأنه كأنه بتعتبرها أكبر بتوضح مشروعهم أكتر المهم هما بيعتمدوا كلمة ري إيماجن مش ريميك فبما إنه كاتبين لك هون ري إيماجند إعادة تخيل للقصة هذا معناته إنه رح نشوف تغييرات جذرية ويقول لك إنه لدرجة إنها ممكن تفاجئ الفانز وإنتوا عارفين شو يعني فانز ريزدينت إيفل 4 يعني هذا تصريح مش سهل تصريح مش هين أبدا كعبكم على دراية بريزدينت إيفل 4 والفانز تاعين ريزدينت إيفل 4 فتقول إنك مغير للقصة من الجذر معناته إنت قاعدة عم بتخططي قدام أشياء شو ناوية فرجينا في ريزدينت إيفل 4 معناته التسريبات أو خلينا نصحح الإشاعات اللي اسمعناها قبل فيه جزء منها احتمال كبير يكون حقيقي قصة اللي هو التعمق أكتر في ألبرت ويسكر التعمق أكتر في قصة لويس التعمق أكتر في قصة أهل القرية قبل تفشي اللي هو الطفايل عن طريق سادلر شو ممكن يكون في تغييرات جذرية الهدف من هذا الفيديو إن أشارككم هذا التصريح اللي مكتوب على صفحة بلاي ستيشن ستور يعني يعتبر إشي رسمي فبدياكم تكتبولي في التعليقات شو متوقعين تغييرات شو خطر عبالكم لما سمعتوا هاي الجملة وأنا في حال خطر عبالي أشياء تانية تحليلات فرضيات قبل ما تنزل اللاب هي تقريبا مش ضايلها إشي بس لا أما هو الواحد لا عرفش أنت بخطر عباله إشي إذا خطر عبالي الشي فيه تعمق أكتر ممكن يهكي فاجئنا في ريزدينت إيفل فور ريميك رح أعمل كمان فيديو بس أنا لأنه من شوي صاحي فحاليا مش خطر عبالي شي بس شو ممكن يكون فيه تغيير جذري قصة معاد تخيلها تصريح بأشعر البدن خاصة إذا أنت فان للرزدينت إيفل فور هذا تصريح مش سهل أكيد أنت حاسس بتقل هاي الجملة وتقول إنه ممكن تفاجأ حتى مش بقولك إيفن فانز يعني طلع هون شو مكتوب that may surprise even hardened fans hardened fans معناها الفانز اللي للعظم يعني تحس بزي فيه تحدي مش والله may surprise even fans of the original game رح أتفاجئ fans اللعب الأصلية لا لا surprise even hardened fans يعني الأعمق دي سلي للعظم أنا مبسوط وحبيت أشارككم هذا الإشي اللي حبيبنا صديقنا عبد الرحمن من تويتر بعثت لي إياه لأنه والله أيمني حسيت إشي دفشني من السرير وقال لي قوم لازم تشارك الجيكس بأسرع وقت عشان تشوف هم شو خطر عبالهم من بعد هذا التصريح صح؟ احنا خلينا نخلص هذا الفيديو وننهي ولا تنسوا اللايك ولا تنسوا اللايك ولا تنسوا تشيروه مع أصحابكم تعين ريزن تيفل فور شيروا هالفيديو بركي طلع عندهم أفكار تانية أو خطر عبالهم إشي تاني ولا تنسوا اللايك ولا تنسوا تشتركوا في القناة وأنا إن شاء الله في حال خطر عبالي إشي تاني أعمق بخصوص القصة لأنه هذه الجملة خلت مخي يشطح إذا خطر عبالي إشي تاني أعلمني أعملكم هام فيديو ضروري بس معرفش أمتى يام احنا كوصلنا نهاية الفيديو والله أنا بتشكركم كتير للمشاهدة أحلى جيكس واستنعكم في التعليقات بأمان الله